اشتركوا في القناة يقول ابن القيم رحمه الله وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق المقل فيه أن المنادي ينادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستهون على ظهورها مسيعين حتى إذا انتهوا إلى الواد الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هلاك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تعانى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبر جد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كسبان المس حتى إذا استقروت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجزكم يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو فيقولون ما هو ولم يبيض وجوهنا ولم يثق الموازيننا ولم يدخل الجنة ويزحزح نال النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرطت له الجنة فرفعوا روسهم فإذا الجبار فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم يا أهل الجنة سلام عليكم ويتجلالهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم يناديهم ثم يناديهم أين عبادهم أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين عباد أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أين قد رضينا فارضعنا أين قد رضينا فارضعنا فيقول الله سبحانه يا أهل الجنة إني لو لم أرضانكم لم أسكنكم جمتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إلي أرنا وجهك ننظر إلي أرنا وجهك ننظر إلي فيكشف لهم الرض جل جلاله الحجب ويتجلالهم فيغشاهم من نور ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لا احترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضر حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غمراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هاد صحة ترجمة نانسي قنقر جيدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة